أهلاً أحبائنا مرة تانية قصة الميلاد العجيب ولكن خليني في البداية أتكلم عن أحداث وبالتحديد أربع أحداث عظيمة خارقة جداً لا مثيلة لها في كل هذا الوجود أول حدث هو تجسد المسيح تجسد الرب يسوع المسيح المكتوب عنه والكلمة لوغوس صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً أو كما يقول الرسول بولوس في رسالته إلى تيموثاوس وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فإذا تجسد المسيح مش بس كان الفاصل ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد فهو المحور والمركز اللي بترتكز عليه كل التاريخ وكل الأحتاز فهذا يعتبر معجزة خارقة أنه الله جاءنا بصورة إنسان ليخلص الإنسان أما الحدث الثاني هو طبعاً القيامة المجيدة عندما أقول القيامة أقصد العمل الكامل والفداء الكامل أن المسيح يسوع فعلاً صلب ومات أمام شهود كثيرين وأنه قام ولكن شو اللي بميز قيامة يسوع المسيح؟ أنه أقام نفسه وهو حي إلى أبد الأبدين ولمدة أربعين يوم ظهر للتلاميذ وظهر للعديد لدرجة أنه بولوس كان بيتكلم أنه ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة شخص والأغلب مازال موجود يعني في أيامه على قيد الحياة وهذه الظهرات لا يستطيع أحد أن يقاومها لأنه كانت أمام شهود كثيرين أما الحدث الثالث اللي برضو كمان كان أمام شهود كثيرين هو الصعود يسوع المسيح في الجسد حي إلى السماء لم تمسك به جاذبية الأرض فهو خالق النواميس الطبيعية وهو خالق القوانين أيضا الصعود إلى السماء حي بالجسد كمان أمام شهود كثيرين صعود إلى السماء طبعا في أسباب كثيرة ولكن أهم شيئين صعود إلى السماء ليرسل الروح القدس للتلاميذ والشيء الثاني ولادة الكنيسة المسيحية اللي شهدت وعلى فكرة كانوا بيشهدوا عن قيامة يسوع المسيح وفي أيامهم لم يستطع الأعداء ولا الأصدقاء ولا أي شخص قاوم رسالتهم لأنهم شافوا معجزات باسم يسوع بعد القيامة فإذا هذا الشيء بيتميز شيء أما الحدث الرابع هو حدث سيأتي مستقبلا ولا ربما عن قريب جدا ونحن نشاهد هذه الحلقة مجيء المسيح ثانية طبعا مجيء بشكل عالني هذه الأحداث طبعا خارقة معجزية عظيمة جدا من أهم الأحداث في تاريخ الكنيسة ابقوا معي سأواصل حديث بعد قليل